الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا مزيدا أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما عباد الله إن مما يعتقده أهل السنة وجماعة اعتقادًا جازمًا لا شك فيه ولا ريب اعتقادهم فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملةً وتفصيلًا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة بل هم خير البشر بعد الأنبياء والرسل فأهل السنة وجماعة يعترفون للصحابة فضلهم ويعرفون لهم قدرهم ويسمعون فيهم كلام الله سبحانه وتعالى إذ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رأوب الرحيم وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى الذي جاء بصيغة الخبر جاء بعد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى مبيناً فضل المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المبلعون فهذه تسكيةٌ عظيمةٌ من الله سبحانه وتعالى للمهاجرين والأنصار ثم جاء الأمر بأن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وهذا هو ديدًا أهل الإسلام وأهل الإيمان أما من لم يكن على هذه الصفة بأنه لا يترضَّى ولا يدعو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارجٌ من هذه الآية وممنوعٌ من الفيِّ في سبيل الله وآيات القرآن كثيرةٌ جدَّا التي تُبَيِّن فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قولُه سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَاءِ فالذين أنفقوا من قبل الفتح وهو صُرح الحُدَيبية والذين أنفقوا بعد الفتح كلُّهم موعُودون بالحُسْنَاء وهي جناتٌ نعيم ومن فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل بيانًا لفضِّهم وبيانًا لصفتهم قال سبحانه وتعالى محمدٌ رسول الله والذين معه أشدَّاء على الكفار رُحَمَاءُ بينهم تراهم رُكَّعًا سُجَّدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا سِيمَاهُم في وجوههم من أثر السجود ذلك مَثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطَّه فآزرَه فاستغلَضَا فاستوَى على سوقِه يُعجِبُ الزُّرَّاع ليغيظَ بيهم الكفار فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مذكُرون في التوراة والإنجيل والقرآن وهذا يدلُّ على فضيلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم فأهل السنة يعتقدون فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين نصروا دين الله ونصروا محمدًا صلى الله عليه وسلم وبلَّغوا شرع الله عز وجل فوجَبَ لهم هذا الحُبَّ الكبير من أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة ولذلك أهل السنة والجماعة يذكُرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كُتُب العقائد وذلك لأن من خالف في هذا الأصل العظيم فإنه على ضلالٍ مُبين عباد الله إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتقد فضلهم جملة ونعتقد فضلهم تفصيلا فالتفصيل أن نعتقد يا عباد الله أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ونشهد لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وكمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أعيان وأفراج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار وأن أهل بيعة بضوان قد غفر الله لهم ورضي عنهم ونعتقد أن أهل بدر قد قال عنهم الله سبحانه وتعالى إِعْمَلُوا مَا جِئْتُمْ فَإِنِّي غَفَرْتُ لَكُمْ وفضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحادي والأفراد تكاثرت تكاثرًا كبيرًا في كُتُب السُنَّة حتى صُنِّفَت مُصنَّفاتٌ مُسْتقِلَّة في فضل الواحد والفرد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله كما قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كانوا أفضل هذه الأمة أبرَّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلَّها تكلُّفًا إختارهم الله لصُحبة نبيه ونُصرة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم فإنهم على الهُدى المُستقيم أقولُ ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه شكرُ له على توفيقه وامتنانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين أما بعدُ عباد الله فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حملةُ الشريعة ونقلةُ الدين فالطاعنُ فيهم طاعنٌ في الشرع وطاعنٌ في الشريع وطاعنٌ في الدين وهذا يا عباد الله لا يفعلُه إلا مُنافِق معلومٌ نفاق فالطاعنُ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعنٌ فيما نقلوه وطاعنٌ فيما تحملوه من شريعة الله سبحانه وتعالى ولذلك يا عباد الله فإن من طعن في أصحاب رسول الله أو أبغضهم فإنه مُنافِق وكافِرٌ كما استدلَّ مالِكٌ رضي الله عنه ورحمه بآية سورة الفتح إذ قال سبحانه وتعالى يُعجِب الزُّرَّاع لياغيظَ بهم الكفار فقال مالِكٌ رحمه الله تعالى وتلقَّى العُلماء من بعده قوله بالقبول أنَّ من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافِرٌ بنصِّ القرآن لقوله سبحانه لياغيظَ بهم الكفار فمن أغاضَه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الإسلام حظٌ ولا نصيب فإن حُبَّهم واجب كما قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حبُّ الأنصار وعلامة النفاق بغضُ الأنصار فكيف بالمُهاجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم بيِّن في هذا الحديث أنَّ حُبَّهم إيمان وأنَّ بغضَ وأنَّ بغضَهم نفاقًا نعم يا عباد الله حبُّ الصحابة إيمان وكيف لا يحبُّهم المرء وقد عرف أنهم نصروا دين الله وفازوا بأعظم فضيلة وهي صحبة رسول الله وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كان ولا يكون فلا كان ولا يكون بعد الصحابة مثلهم في هذه الفضيلة العظيمة التي فاقُوا فيها البشرية عادَ الأنبياء والمُرسلين عباد الله إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلُ الغالِ والنفيس وبذلُ النفس والمُهَج في سبيل الله عز وجل فطافوا الكلدان برًّا وبحرًا حتى فتحوا الفتوحات ونشروا دين الله سبحانه وتعالى ولذلك يا عباد الله جعلَ الله عز وجل محبَّتهم في قلوب المسلمين حتى يريثَ الله الأرض ومن عليها فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بدَّ أن يُحترموا ولا بدَّ أن يُقدَّروا ولا بدَّ أن نُدافِعَ عنهم لأن الدفاع عنهم دفاعٌ عن الشريعة دفاعٌ عن نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غيرُ معصومين من الوقوع في الخطأ ولكن خطأهم مغفورٌ ومغمورٌ في بحر حسناتهم فما فعلوه من الذنوب تُكفِّرُه الأعمال الكبيرة التي عملُها وتُكفِّرُها الحسنات الجليلة التي قاموا بها وتغفِرُها أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهم أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم من الأعمال ولهم من الفضائل ما يجعل الذنوب والمعاصي التي عملوها مغمورةً في هذا البحر العظيم من الحسنات العظيمة والأعمال الجليلة ولذلك يا عباد الله من اعتقاد أهل السنة والجماعة فيهم أن لا يُتكلم في فتنتهم إلا بالجميل والاعتذار فلا يُتكلم عليهم فيما حدث بينهم من الفتنة فإذا وجدتم من يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينهم في الفتنة والشجار فاعلموا أنه على ضلالٍ مُبين وعلى نفاقٍ واضح يريد الوصول إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم أن ما ورد في الذي حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثره كذبٌ محض وبعضه زيد فيه ونقص والذي صح منه قليلٌ جدًّا والواجب فيه أن يُعتذر لمن أخطأ منهم وله أجر الإشتهاد ويذكر أن الذي على الحق له أجراً كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٌ واحد وإذا أصاب فله أجراً فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرون بين الأجر والأجرين فلذلك يا عباد الله لا يجوز للمسلم أن يتكلم فيما شجر بينهم حتى لا يكون في قلبه شيءٌ من الغينة تجاه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقولوا هم دائرون بين الأجر والأجرين فمن أخطأ فله أجر الإشتهاد ومن أصاب فله أجر الإشتهاد والإصابة واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله وخير الهديه بمحمد صلى الله عليه وسلم شرَّ الأمور محدثاتها كل محدثةٍ بدعة كل بدعةٍ ضلالة كل ضلالةٍ في النار فعليكم بالجماعة فإن يدى الله مع الجماعة ومن شدَّ شدَّ في النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد أمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمِنَّ في دورنا وأصح إمتنا وولاة أمورنا اللهم أعيذ بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم أولِّع المسلمين خيارهم وكفِهم شرَّ شرارهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصبون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين